اكد موديل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بنداري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع وأيضا انتظام على مستوى الجمهورية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية وأكد المستشار بنداري خلال مؤتمر صحفي أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية لافتا إلى وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في التصويت استقبل وزير الخارجية سمح شكر رئيسة البعث المشترك للاتحاد الافريقي والكوماسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الافريقي والكوماسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين والذي عكسه الحرص على إفادة تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام هذا وقامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابة العمل المصري الافريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلك مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الافريقية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والرية حيث تابع الرئيس السيسي مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيلة خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشربة الجوفية فضلا عن مشروعات تطهير المجال المائية والحماية من أخطار الفيضانات وكذا إنشاء المراسي النهرية أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي وقع في أقليم خيبر البخت نخوى شمال غرب باكستان وأصفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب كما جددت مصر موقفها الراصخة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب ودعوتها لكافة الدول لتكفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفيل ملازم آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على ضرورة التواصل إلى هدى إنسانية جديدة في قطاع غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان القضاء وقالت بيربوك في تصريحات على هامش مشاركتها بقمة المناخ بدبي إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما بوسعه لتخفيف من هذه المعاناة ومواصلات إدخال المزيد من الإمدادات إلى غزة آلانت وزارة الصحة في قطاع غز أن قواتي جайش الإحتلال الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بعد حصاره وقصفه لعدة أيام وأضافت الوزارة في أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتجميع الذكور بمن فيهم التواقم الطبية في ساحة المستشفى موضحة أنها تخشى على اعتقالهم واعتقال التواقم الطبية أو تصفيتهم ختم موجة الثالثة وعودة مرة أخرى إلى زميلة إلهام نمر شكرا لك دينا شرف على هذا العرض الإخباري